اشتركوا في القناة وتوفير نحو اثني مليار دولار كان يتم دفعها شهريا كل عام لتشغيل محطة الكهرباء قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ان مصر عبرت خلال الفترة الاخيرة بخمس ازمات اقتصادية كل واحدة منها كانت كفيلة باسقاط اي دولة ولكن دخلت مصر ازمة كورونا وهي في مركز قوي على نحو استثنائية ما مكنها من تخطيها بنجاح وحققت نسبة نمو موجبة بالرغم من ان اغلب الدول المثيلة لنا في المنطقة كانت تشهد نموا سالبا واضف مدبولي في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي ان مصر وصلت الى نسبة غير مسبوقة بمعدل تسعة بالمئة خلال النصف الاول من عام الفين واحد وعشرين الفين اثنين وعشرين وكان اخر تصريح من الفاينانشل تايمز بان مصر نجت من الانكماش العالمي افضل بكثير من العديد من الدول الاخرى كما استفادت من ارتفاع اسعار الغاز ولم تتأثر بشكل كبير بتراجع معدلات السياحة التقى وزير السياحة والاثار احمد عيسى باعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين وذلك لمناقشة بعض الرؤى والمقترحات للنهوض بصناعة السياحة والقطاع ككل في مصر وزيادة فرص لاستثمار به وخلال اللقاء استعرض وزير السياحة والاثار ابرز التحديات التي تحد من قدرة صناعة السياحة على الوصول لما تستحقه واهم عنوين الخطط التي تسمح بتحول الحلم لهدف ممكن وكذلك محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تهدف الى زيادة اعداد السياحة الوافدة الى المقاصد السياحية المصرية وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة للسائحين في مصر وطلب الحضور بالعمل على حل المشكلات الخاصة بالمشروعات المتعثرة في جنوب سيناء لزيادة الطاقة الفندقية وبالتالي زيادة فرص العمل للشباب وزيادة حصيلة القطاع من العملة الاجنبية مطالبين ببعض التيسيرات في مبادرات الاحلال والتجديد التي اطلقها البنك المركزي المصري معريبين عن امكانية وضع رؤية مستقبلية فيما يخص موضوع الوحدات والشقق الفندقية يستعد مسؤول الاحتياط الفيدرالي الامريكي لرفع اسعار الفائدة بوتيرة كبيرة مطلع نوفابر كما قد يناقشون ايضا استراتيجيات استكمال دورة التشديد النقدي الاكثر تشددا منذ اربعة عقود رفع المسؤولون اسعار الفائدة بالسرعة بعد تباطئهم في معالجة التضخم الذي ثبت انه اكثر ثباتا مما كان متوقعا ولكن مع اقتراب اسعار الفائدة حاليا من المستويات التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي بدأ صانع السياسة النقدية وضع اساس للتحول نحو تحركات اصغر تصل بهم الى المستوى المستهدفي دون ذهب بعيدا وترك الباب مفتوحا للمضي قدما اذا لم يتباطئ التضخم قال الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد فوزه بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الحكم ان العالم بحاجة الى بلاده في ختام مؤتمر مكنه من تعزيز سلطته وصرح شي للصحفيين في قصر الشعب ببكين اود ان اشكر بصدق الحزب بكامله للثقة التي ابداها لي متعهدا بالعمل بجد لانجاز مهامنا وقال الرئيس الصيني خلال كلمة اعقبت ختام المؤتمر الذي انتخبه لا يمكن للصين ان تتطور بدون العالم والعالم ايضا بحاجة الى الصين واضاف بعد اكثر من اربعين عاما من الجهود الحثيثة من اجل الاصلاح والانفتاح حققنا معجزتين تنمية اقتصادية سريعة واستقرار اجتماعيا بعيد الامد حسم التعادل الايجابي واحد واحد احداث مباراة فريق تشيلسي ضد ناظيره مانشستر يونيتد خلال القمة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب ستانفورد بريج بالجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدور الانجليزي الممتاز لموسم الفين اثنين وعشرين الفين ثلاثة وعشرين موسيقى 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 موسيقى